السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة جسبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات لسنة الأولى متوسط سأترك لكم هذا النموذج جهاز اتباعه في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل pdf إذن للأمانة هذا الاختبار منقول نبدأ بي التمانين الأول قال اكتب على شكل كسر عشري كلا من الأعداد التالية إذن قال نخرجه سؤال جيدا قال اكتب على شكل كسر نكتبوها على شكل كسر إذن لدينا 0.002 إذن هذا العدد هو 2 إذن عندما نحوله على كسر يصبح 2 إذن ننزع كل أصفار الموجودة جهة اليسار تتبقى 2 الآن كم أزحنا الفاصلة 1 2 3 أزحناها بثلاثة مرات إذن ديروا ثلاثة أصفار في المقام ثم نضيف 1 إذن 2 على ألف ثمانية زائل ثلاثة على مئة إذن ثمانية ثمانية هي مئات كاملة عندما نقص على مئات تصبح ثمان مئة على مئة إذن ثمان مئة زائل ثلاثة تصبح ثمان مئة وثلاثة على مئة أو نحول ثلاثة على مئة إلى عدد عشري بالفاصلة ثم نجمعه مع ثمانية ثم نعيد تحويله إلى كسر عشري لدينا أربعمية أو ستة فاصل سفر خمسة إذن تصبح نديروا كسر إذن العدد كما هو نكتبه في البسط لكن بدون فاصلة إذن أربعمية أو ستة ونصفر خمسة إذن أزحنا الفاصلة بعددان إذن نكتب في المقام صفران ونضيف واحد إذن مئة الأقل أكتب على شكل عدد عشري معنى عدد بالفاصلة لدينا سبعة على ألف إذن نكتب سبعة ونزيح الفاصلة بثلاثة مراتب إذن واحد اثنان ثلاثة ونضع الفاصلة في مكان الفراغات نضع أصفار إذن تصبح سفر فاصل سفر سفر سبعة الآن لدينا ألف وثمانة وثلاثة وعشر على عشرة إذن نزيح الفاصلة بعدد واحد إذن تصبح واحد ثمانية اثنان ثلاثة والفاصلة تكون بعد عدد واحد الآن لدينا إثنى عشر زائد سبعة وتسعون على مئة سبعة وتسعون على مئة إذن نزيح الفاصلة بعددان حسب عدد الأصفار إذن تصبح سفر فاصل سبعة وتسعون زائد إثنى عشر إذن تساوي إثنى عشر فاصل سبعة وتسعون الآن قال أكمل الفراغ بالعدد المناسب إذن أي عدد ما هو العدد الذي نضربه في 100 يساوي 135 إذن العدد كان صغيرا عندما ضربناه في 100 أصبح كبيرا إذن نزيح الفاصلة في اتجاه اليسار إذن يصبح 1.35 ولنتأكد نعيد العملية بالشكل العادي إذن 1.35 في 100 إذن نزيح الفاصلة بعددان تصبح 135 الآن 26.8 قسمة 0.01 إذن هذه هي عملية القسمة إذن في عملية القسمة أو في عملية الضرب في عدد من هذا النوع عندي طريقة سهلة جدا إذن أول شيء نعيد كتابة العملية في ورقة مسودة إذن لدينا 26.8 لأن لدينا قسمة معنى أن نعود نقلب هذه العملية لماذا؟ لأن هنا العدد مقلوب هذا هو 100 إذن نقلب العملية تصبح فيه ونقلب 0.01 لتصبح 100 إذن نقلبهم مع بعض نقلب العملية اللي كانت تقسيم رجعها فيه والعدد كان 0.01 نقلبه يبدأ 100 ونكتب العملية إذن 26.8 في 100 إذن نحرك الفاصلة بعددان تصبح 2 6 8 0 مفهوم؟ إذن تصبح 2 6 8 0 الآن لدينا عدد آخر 129 7 0 0 1 ماذا تصبح قلنا نقوم بقلب العملية وقلب هذا العدد إذن تصبح 129 7 اللي فيه تصبح تقسم 0.1 10 إذن أي عدد نقسمه على 10 يصبح سغيرا إذن نزيح فاصلة حسب عدد الأسفار إذن نزيحها برقم 1 تصبح 12 10.97 إذن هنا تصبح 12.97 مفهوم؟ الآن مع التمنين الثاني قال الأعداد التالية تمثل أوزان نفس العائلة لدينا 12.03 69.6 97.3 69.06 27.3 إذن قال رتب هذه الأوزان ترتيبا تنازليا كنقوله تنازليا معناه من الأكبر وننزل إلى الأسخر إذن لمقارنة الأعداد نبدأ بالجزء الطبيعي إذن الجزء الطبيعي هنا 12.69 97 69 27 إذن الجزء الطبيعي الأكبر هو 97 إذن نكتب 97.3 هو الجزء الأكبر ثم 69 69 إذن ننظر إلى الجزء من 10 هنا 6 وهنا 0 إذن 6 هو الأكبر إذن 69.6 ثم يليه 69.06 ثم 12.3 و 27.3 إذن 27.3 ثم 12.03 إذن هذا هو ترتيب من الأكبر إلى الأصغر أو ترتيب تنازليا ثم قال أعطي رتبة مقدار مجموح هذه الأوزان معناه نجمع هذا الأوزان لكن قال رتبة مقدار معناه بالتقريب إذن هنا عندنا 97 نقربه يصبح 100 نقربه إلى العشرة الأخرب هنا 69 نقربه إلى 70 69 69 أيضا نقربه إلى 70 27 هل هو قريب من 25 أم قريب من 30 27.3 إذن 27 قريب من 25 لكن قلنا نقربه للعشرات إذن نقربه إلى 30 هنا 12 نقربه إلى 10 أو 20 نقربه إلى 10 إذن لدينا 100 زائد 70 زائد 70 زائد 30 زائد 10 هنا 100 زائد 100 200 280 إذن نقول رتبة مقدار مجموعة هذه الأوزان هو 230 أو 280 هو 280 ما نديره ستساوي لو نديره تساوي نجمعه هذا ونديره تساوي تصبح عبارة خاطئة إذن نقول رتبة مقدار مجموعة هذه الأوزان هو ونكذبه شحال الرتبة هو 208 مفهوم؟ الآن مع التمانين ثالث قاله تماعا في الشكل المقابل ما نوع المثلث EFG إذن نلاحظ هنا زاوية قائمة إذن هو مثلث قائم وEFO إذن هذا المثلث هذا المثلث نلاحظ أن هذا الظلع يتساوه مع هذا الظلع ما عندنا عنده زوج أضلاع متساوية كيف نسموه؟ متساوي الساقي إذن هذا المثلث متساوي الساقي والمثلث هذا هو مثلث قائم قال ما نوع الرباعي H-E-F-G ما نوع الرباعي؟ هل هو مربع؟ لا لأن أضلاعه ليست متساوية هل هو مستطيل؟ نعم هو مستطيل لأن كل ذلعان متقابلان لهما نفسه الطول إذن الرباعي هو مستطيل ثم قال ماذا تمثل كل من القطعتين E-F E-F و H-F H-F إذن E-F و H-F بالنسبة للدائرة C قلنا الذي يمر في مركز الدائرة نسموه قطر H-F هو القطر هذا سوى قطر والذي يمر بدون أن يعبر على المركز نسموه وتر إذن هذا نسموه وتر وتر الدائرة ثم مع الثمانين ثالث قال أرسم قطعة مستقيم A-B حيث A-B طولها خمسة سنتيمتر إذن نجيب ورقة ونرسم قطعة مستقيم طولها خمسة سنتيمتر إذن نسموها A-B ثم قال عين ومنتصف القطعة كنقل منتصف إذن طولها خمسة سنتيمتر نصف طولها هو 2.5 إذن هذه النقطة تسمى O هو منتصف القطعة A-B ثم قال أرسم الوتر D أو قال أرسم الدائرة C التي مركزها O ونصف قطرها القطعة A-B إذن نرسم دائرة مركزها O وقطرها A-B إذن هذه الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها A-B ثم قال أرسم الوتر E-D حيث E-D يوازي A-B E-D يوازي A-B معنى نرسم هنا E-D ولا هنا إذن لرسم التوازي نشكل نقطة تبعد بنفس المسافة لكن بشرط زاوية قائمة ندلوا مثال واحد ونصف وندلوا نقطة أخرى أيضا واحد ونصف ونرسم هذا المستقيم إذن هذا المستقيم قلنا نسموه E-D وهو يوازي الخطعة A-B ثم قال أرسم المستقيم دالتا الذي يشمل النقطة O إذن يشمل النقطة O ويعامد A-B ويعامد A-B ويقطع E-D في النقطة F إذن قال أرسم المستقيم يعامد A-B ويشمل النقطة O ويقطع المستقيم E-D في النقطة F إذن هذا نقطة سموها F ثم قال أنشئ النقطة M تنتمي إلى نصف المستقيم الذي يبدأ من النقطة F ويمر على O معنى يبدأ من F ويمر على O بحيث M F يساوي 3 سنتيمتر معنى من F حتى M يساوي 3 سنتيمتر إذن هنا هذه هذه اسمها M ثم قال ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين Delta و E-D إذن وره المستقيم Delta هذا هو المستقيم Delta و E-D و E-D إذن مستقيم Delta مع المستقيم E-D مستقيمان متعامدات فهم إذن قولوا المستقيمان Delta و E-D متعامدان لماذا؟ إذن نقول بما أن المستقيم Delta يعامد المستقيم A-B و المستقيم A-B يوازي E-D فإن Delta يعامد E-D ثم قال أتمم الفراغ بما ينسب ينتمي أو لا ينتمي إذن قال F ينتمي E-D F ينتمي E-D نعم ينتمي قال أف ينتمي الاب لا أف لا ينتمي الاب M ينتمي C C هي الدائرة M لا ينتمي إلى C إذن M لا ينتمي إلى C D هل ينتمي إلى C نعم D ينتمي إلى الدائرة C مفهوم لنمر إلى الورقة الثاني والجسد الثاني مع الوضعية الإدماجية قال منحت مديرية التربية لأحد المتوسطات ولاية بجاية مبلغ قدره واحد اثنان ثلاثة ثلاثمائة وخمسون الف دينار من أجل شراء التجهيزات التي تحتاجها المؤسسة فقرر المقتصد شراء ما يلي مائة متر من القماش للستائر سعر المتر الواحد هو ثمانمائة وخمسون فاسة خمسة دينار اثنى عشر صبورة سعر الصبورة الواحدة 9540.5 دينار خمسة وعيشون طاولة بي ولوازم أخرى بي قال هل المبلغ الذي منحته مديرية التربية كافي لشراء كل هذه اللوازم إذن ماذا نفعل نقوم بحساب كل اللوازم ثم نقوم بمقارنتها مع المبلغ المملوح وباش نحسب كل اللوازم لازم نحسب كل من اللوازم تالية كل واحدة على حدة مفهوم؟ إذن ندروا الحل أولا نقوم بحساب سعر القماش إذن سعر القماش واش ندروا؟ ندروا ثمانمائة وخمسون فاصل خمسة في عشرة إذن أي عدد نضربه في عشرة هو سهل نزيح الفاصلة بعدد واحد إذن تصبح ثمانية خمسة سفر خمسة إذن نقول أو عفوا في مئة في مئة إذن قلنا مئة متر إذن نزيح فاصلة برقم واحد برقم آل إذن نزيح سفر آخر إذن نقول سعر القماش كاملا هو ثمانية خمسة سفر خمسة سفر دينار الآن حسبه سعر الصبورات إذن الصبورة الواحدة تسعة آلاف وخمسمائة وأربعون فاصل خمسة في اثنى عشر إذن نقوم بالعملية إذن تسعة خمسة أربعة سفر فاصل خمسة في اثنى عشر إذن اثنان في خمسة تساوي عشرة اثنان في واحد تساوي صفر زائد واحد تساوي واحد اثنان في أربعة تساوي ثمانية 2 في 5 تساوي 10 2 في 9 تساوي 18 زايد 1 تساوي 19 الآن نضع نقطة 1 في 5 تساوي 5 1 في 0 تساوي 0 1 في 4 تساوي 4 1 في 5 تساوي 5 1 في 9 تساوي 9 الآن مع المجموع 0 6 8 4 14 وهنا 11 قلنا الفاصلة بعد رقم 1 إذن نضع الفاصلة بعد رقم 1 معناه نزيح السفر أو ننزع السفر إذن تصبح 1 2 3 114 ألفا إذن تساوي 114 ألفا 486 هذه السعر 12 صبورة هو 114 ألفا 486 دينار الآن لدينا 25 طاولة ب 64 ألفا إذن الآن 25 طاولة كاملة بهذا المبلغ بهذا المبلغ إذن ما نديروش حملية تضرب لوازم أخرى هذا الجمع إذن الآن واش نديروه؟ نجمعوه كل اللوازم سعر القماش كاملا هو 850 أو 85 ألفا وخمسون زائد الآن سعر 12 صبورة هو 12 صبورة هو 114 ألفا وأربعمائة وستة وثمانون زائد 25 طاولة ب 64 ألفا وتسعمائة وثمانون فاصل خمسة ثم لوازم أخرى ب 52800 ثم 52800 فاصل خمسة إذن نجمع هذه المجامعة إذن لدينا 114 ألفا وأربعمائة وستة وثمانون زائد 64 ألفا وتسعمائة وثمانون فاصل خمسة ثم 850 ثم 52800 فاصل خمسة إذن الفاصلة لازم تكون تحت الفاصلة الفراغات نضع أصفر إذن 5 زائد 5 تسوي 10 الفاصلة إذن 6 زائد 1 7 إذن نكتب 7 8 زائد 8 16 زائد 5 تسوي 21 هنا 6 زائد 9 15 زائد 8 تساوي 23 لأن 2 زائد 4 زائد 4 تساوي 10 زائد 7 تساوي 17 لأن 2 زائد 6 8 زائد 8 16 زائد 5 21 إذن وتساوي 3 إذن النتيجة هي 317 ألفا وثلاثمئة وسبعة عشر ألف دينار والمبلغ المقدم من وزارة التربية وهو 350 ألفا 350 ألفا فقط هل يكفي المبلغ للشراء نعم نقول نعم يكفي المبلغ للشراء لأن ثمن اللوازم هو ثلاثمئة وسبعة عشر ألفا وثلاثمئة وسبعة عشر دينار ولن دلو هذا العدد أصغر أو أكبر من هذا العدد نفهوم؟ إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تاعنا لنهى اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته